وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم لعبادة الله سبحانه قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأرسل خاتم الرسل والنبيين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو الناس لإخلاص العبادة لله وحده وعدم الإشراك به كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته الرسالة أنزل الله تبارك وتعالى عليه فيما أنزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين الآية في صورة الشعراء لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل العلماء في التفسير دعا قومه فعم وخص صار يدعو في الناس من قومه يا معشر قريش بنادي في قبيلت كله يا معشر قريش يخص في عشيرت يا بني هاشم يا بني عبد مناف ثم دعا ناسا من أسرته قال يا عباس ابن عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولنا قومه جميعا من قريش وغيرهم وخص أسرته وقبيلته فقال لي عمة صفية ولي عم العباس ولي بنت فاطمة لا أغني عنكم من الله شيئا قال تبارك وتعالى في صورة الجن قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدا ما يملك لأحد ضر ما يملك لأحد نفع إنما يبلغ يعلم يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور يهدي معنى يعلم ما بيملك الهداية لكن بيوريك وريك طريق الحج طريق السداد طريق الرشد يعلمك القرآن ويعلمك السنن لكن ما بيملك لك الهداية لأنه لما جاء عمه أبو طالب حضرته الوفاة جلس عنده النبي عليه الصلاة والسلام هذا سيد الورى سيد ولد آدم أجمعين جلس جمراس عمه أبو طالب وهو يموت وجالس جنبه اتنين كانوا من صناديد قريش أبو الحكم ابن هشام اللي هو أبو جهل والتاني عبد الله ابن أبي أمية اتنين من الكفار قاعدين معاوه والنبي قاعد عليه الصلاة والسلام قال يا عمي وعمه داري موت يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أنا أحاج لك بها عند الله بعدين شان ينقذك ربنا من النار ويدخذك الجنة قل كلمة واحدة لا إله إلا الله صحبان قاعدين ينبوه أبو جهل مات مشرك كافر لعين عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذات لكن اللي إتنين كانوا كفار قالوا لو ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك تخلي الدين اللي قد عليه أهلك وسادات قراش تخليه عشان كلام محمد ونحن نقول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد له تاني رجع له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تاني رجع له قال لو ترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لأحد الهداية ما يملك هو يعلم ويرشد لكن ما يملك لأحد الهداية ما يملك لأحد الرشاد ما يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا كما قال تعالى قل إني لا أملك لنفسي لنفسي نفعاً ولا ضرّا ولو كنت أعلم الغيبة لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون يا أخوانا إذا كان رسول الله أفضل بشر خلقوا الله وهو سيد ولد آدم كما جاء الحديث في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأياب قدمت له الذراعة يعني لحم مشوي فنهس منها نهس بأثنانه ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام معده يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ما أقول يا أخوانا ببساطة يجي زلتاني ممن هو دون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه بكثير يجي يقول لك نحن بنملك كل حاجة الرزق عندنا والجنة عندنا والطين بتاعنا بيعالج من الأمراض وتعاللانا وزورونا وزيارتنا حجة وزيارتنا عمرة وقربة إلى الله ويزعم إن الكون كل في يدهم يتصرف في الكون كما يشاء يزيد الرزق من يشاء وينجس رزق من يشاء ويعطو من يشاء ويمنع من يشاء ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أملك لنفسي لرقبته نفعا ولا ضرا الزولة اللي بيجي بقول لك أنا بيدي الأمور ده كذاب ولا ما كذاب اللي بيجي بقول لك أنا بزيد الرزق يبقى كذاب ولا ما كذاب اللي بيجي بقول لك أنا أملك مفاتيح الأرض وخزائن الأرض ومفاتيح الجنة ومفاتيح النار كلها قال أنا بملك في يديه يبقى كذاب ولا لا النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكان يوما شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد لاحقه المشركون والكفر وضربه إثنان من المشركين وحد اسمه ابن قمئة كافر خبيث لعين ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه حتى دخلت سن المغفر مغفر الطاقية البلبسة دخلت في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام وجرحه أحد الكفار في فمه وكسرت رباعيته السن الرابع من تحت ما فوق تحت لانية الرابعة كسران والمشركين وضربه في وشه وأدمي راسه وشج راسه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ناس يضرب رسول يفلح كيف يعني الكفار ديلك أها ربنا نزل عليه الآيات ليس لك من الأمر شيء يقوانا رسول الله ربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء لأنه قام بيدعو عليهم يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمر والحارث ابن هشام دال كانوا من القادة بتاع أحد ضد المسلمين كانوا من الكفار صفوان ابن أمية كان كافرا وسهيل ابن عمر كان كافرا لما النبي صلى الله عليه وسلم داع عليهم لأنهم أعزوا وشجوا وضربوا ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بعد ذاك منهم من أسلم كصفوان رضي الله عنه وأرضاه وسهيل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلموا وحسن إسلام رضي الله عنهم ربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء تخيل معي داع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة تجي تلقلق دجال حتة دجال صغير لا نبي ولا صالح ذاته يقول لك أنا عندي علاجي حاجة أي شيء وما يصيبك ضر وإنت قاعد معنا يا ناس الكلامنا ما بيجي ما بيجي إذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين صحابة جلا منهم كحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه حمزة ضربوا بالحرب في ثنيته أو في ثنته فوق من الصرة شوية لحد ما طلعت بين رجليه وبقروا بطنه ولاكوا كبدته ده حمزة رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة النبي صلى الله عليه وسلم جا وقف عنده وهو ميت ونظر إليه قال ما وقفت موقفاً أغيض علي من هذا يغتاز النبي عليه الصلاة والسلام من الموقف اللي وقفوا حمزة بقتول وقد مُسِّل به مُسِّل بيه شرط بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا اذنه رضي الله عنه وأرضاه وهو سيدٌ من سادات المسلمين ووليٌ من أولياء الله الصالحين قال لنا يجيك واحد حتة الدجال يقول لك نحن عندنا حجاب يحميك من السكين ويحميك من السلاح ويحميك من ضرب النار أأنتم أقربوا إلى الله من حمزة رضي الله عنه أأنتم أفضل عند الله من مُسعب بن عمير أأنتم أعز على الله من المهاجرين والأنصار ما مُمكن عشان كده من حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء ما تملك نفع لأحد ما تملك ضر لأحد ليس لك من الأمر شيء لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو عشان كده إحنا بنقول للناس اللي بخالفونا الليلة في العقيدة نقول لهم ما في مشكلة لو أنت مشيت ليزول دا عليك الله ما في مشكلة يدعو الله ما في مشكلة لكن تقول لي الشيخ بالدين الرزق لا ما بيدك الشيخ يدين الجناة ما بيدك ما بيملك شيء لكن ممكن يدعو لك الله الدليل شنو النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث يانس قال دخل أعرابي المسجد يوم الجمعة ورسول الله يخطب كان على المنبر بيخطب فالأعرابي قال يا رسول الله هلكة العيال أو هلكة الأموال وجف الضرع يعني ما في مطر البهيم جعانة والناس جاءوا لأنه البهيم جعانة ما في خدر قال فاستسقي لنا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بيجاهيان المطر بينزل لكم زي ما بقول الجماعة الليلة بيجاهم وبيجاها الصالحين لا نبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وهو أنس بن مالك قال والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة يعني ولا قطعة بتاع السحابة غير السماء فاضي ما في أي شيء قال فجاءت سحابة صغيرة أو كما قال بجانب سلع ده جبل في المدينة مرة السحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر فامتلأ السماء بالسحاب قال ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ولحيته تغطر من ماء المطر أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه ده الله شانكده احنا بنقول لا يزول انت دار تقول لنا بجوز التوسل بالصالحين نقول لك صح ما في مشكلة لكن معناه شنو يدعو ليك الله يدعو الله ويدعو الله زول صاحب عقيدة صحيحة مش دجال مش عوز اكتب في الحجبات والبخرات ويأكل في الطين ويتعالج بالطين وبقبور الرجال لا ماذا البي يدعو البي يدعو رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رجل صالح من أصلح هذه الأمة وهو الرجل الثاني في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لقيت أويسنا القرني أويس ما صحابي لكنه صالح ما بلغ مرتبة الصحابي ولو كان صحابي ما بحصل مرتبة بدعو الرجل من الخطاب أمر الخطاب وأو بكر الصديق قباله مرتبة فوق الصحابة كلهم لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم دار يعلمنا نحن ويعلم الأمة إنه ممكن الزول يدعو لك والبي يدعو لك ده بس يكون الزول مستغين في دينه ما شرط ذاته ها يكون أفضل منك ما شرط شريطة دا يتقول لي أنا عندي ظنوب وأنا عندي معاصي ها إلا أمشي ليلة زول نظيف ما عنده ظنوب ومعاصي لا ما كده عمر بن خطاب رضي الله عنه في عهده بيقى بفتش عن أويس القرني كل ما يجي وفد ها من منطقة معينة يسألهم أفيكم أويس القرني لأنه من منطقة القرن وهي باليمن والنفس السلام وصفوا له قال له الرجل كان بارا بأمه من صلاحه ذو البار بأمه بر شديد قال وكان به برص في جسم كله فبرأ دع الله فبرأ إلا موضع ريال فقال بيسأل كل ما يجي وفد للحج فلقي يا أويسا قال أنت أويس القرني قال نعم قال أنت الذي كنت بارا بأمك وكان بك برص فدعوت الله فشفاك قال نعم ما بكضب قال أستغفر الله لي ده عمر بن الخطاب بيقول أويس القرني أستغفر لي الله مع أنه عمر بن الخطاب أفضل من أويس القرني بل من ملء الأرض من أويس القرني لأنه صحابي جليل وهو ثاني الخلفاء الراشدين قال لا أدعو لي الله أويس القرني دعا الله سبحانه وتعالى لعمر رضي الله عنه وفي رواية دعا له عمر عمر لا تدعا ليه لأن دعوة عمر أعظم عند الله سبحانه وتعالى لأنه هو أعظم عند الله دعا ليه بعد ذات عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأويس القرني أمر لك بالكوفة أنت لو راجع الكوفة أنا أمر لك الحاكم هناك في الكوفة إنه يعمل لك مال وكذا ويصرف لك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم والصبيب فقال لا إني أريد أن أعيش في غبراء الناس شوف الحفاظ على التوحيد ونحنا كلامنا عن الحفاظ على التوحيد أويس القرني لأنه رجل صالح ما داير الناس طوال يعتقدوا فيه أي دعام شلو أويس أعتقدوا فيه أويس لا قال له لا 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 ما تورى يزول الراوي قال كما ذكر الذهب في السير فاختفى أويس القرني لين لا دي ما معروف شوي أستفي زمنا ده لو في واحد يوم ساء يوم من الأيام دعا له دعوة وصادفت واستجيبت دب يفتح لك محل بتاع دعوات صالحة يقول لك هل أم علينا مكتب الدعوات الصالحة والشيخ مجاب الدعوة وتعالوا علينا جاي وأيضا عنده مشكلة يجينا جاي ديال ما عندهم ورع ما عندهم ديانة ما عندهم محافظة على التوحيد ذكر الذهب رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر ده من كبار التابعين عالم جليل قال يوم من الأيام وكانوا الناس في قحط شديد ما في مطر قال فاستسغى الناس ما نقول صلوا صلاة الاستسقاء ما نزل المطر بعد ذا قال دخلت المسجد فرأيت رجلا زوء المسكين انت بشوفه تقول له ما عنده اي حاجة قال فرايته رجلا جالسا في المسجد وهو رجل يصلح القداح يعني النوع البتكتق والحاجات بالحديد ديالك صلح لاتطوة والكفتيرة والحاجات دي قال جالس في المسجد بعد ما صلى الكلام ده قريب صلاة الفجر بعد ما صلى ركعات جام قال اللهم شوف الدعاء ده كيف اللهم اني اقسم عليك ان لا انزلت المطر قال فما هو الا ان خرجت من المسجد فنزل المطر كافواه القرب ده زوال ساي بس في المسجد رجع الصباح دي قفتني عن الزول ده وصفوا له قال له يا هوداك بيتو دقل عليو دقل عليو زول بيصلح الحاجات دي مسكين ما عندو حاجة قال له محمد المنكدر ده عالم كبير جدا قال له انت انت قال له الذي اقسمت على ربك فنزل المطر قال فنظر الرجل الي نظرة شديدة عائل لو حذر لو لانه اكتشف انه نزل المطر بسبب دعاوه وما رضيان انه الناس يعرفوا كده شوف المحافظة على التوحيد كيف والله يسا دي تحصل لواحد في بلدنا دي يبيع المطر للناس تاني يبيع لهم بيع يقول لهم دالين مطر هاي قدور كيف ادفعه انا بادعو والله ادفعه لي دي المجارمة يا اخيناس ما عندهم ما عندهم دين ولا عندهم اخلاق شوف الزول ده عجيب كيف قال فنظر الي قال اني اطلب منك احد امرين او امرين اثنين في حاجتين قال انا اطلوب منك الاول قال لا تدخل علي مرة اخرى الثاني قال له مجيني هنا دي المولة لانه ما داير زول يعرفه ما داير زول يعتقد فيه مع انه ما عمل حاجة غلط ودعا الله الثانية قال لا تخبر بهذا احدا من الناس ما تكلم زول واحد تقول له ده انا وطلع منه اول ما طلع محمد المنكدر جرى جعتاني بفتش عنه قال لهم اين الرجل الذي يسكن هذه الدار قالوا دخل عليه رجل قال ظنه ذاتك دخل عليه رجل فعكر عليه حياته فرحل عشان جاوز محمد المنكدر رحل ما معروف ما شوين ذاته عشان كده يا اخوانا ما في مشكلة كونك تدعو الله او زول يدعو ليك الله ما في مشكلة لكن المشكلة وين في الناس الليلة برفع يدونهم من هنا يا فلون الساكن المحلة الفلانية ويا شيخنا الف القبة الفلانية ويا زعيمنا الفلاني يدعو من دون الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام جاء لنشر التوحيد ولمحاربة العقائد المنحرفة الباطلة عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد المسلمون الكرام من ضمن القصص القوية التي تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد ما رواه الإمام الواحد رحمه الله تعالى في كتاب أسباب النزول أن أعرابياً جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي حبلة فأخبرني متى تلد ده السؤال قال لي أنا مرة حبلة حامل وريني بتلد جوتان شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاوبله بشنو ما قال له أنا رسول الله البعلم الغيب ما قال له أنا علام الغيوب ما قال له أنا البعلم الغيب باطن وظاهر زي ما بقولوا شيوخ الليلة لا قال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ده السؤال الأول سؤال الثاني قال يا رسول الله قد علمت متى ولدته أنا ولدني بتين عارف فأخبرني متى أموت قال النبي عليه الصلاة والسلام غيب ولا يعلم الغيب إلا الله السؤال الثالث قال يا رسول الله أخبرني متى ينزل المطر المطر بتنزل بتين النبي عليه الصلاة والسلام قال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ده النبي عليه الصلاة والسلام يكفل له الباب ده ما بيعلم الغيب قال لنا إحنا عندنا دجال صغير بيقول لك بيعلم الغيب فقي بيعلم الغيب لما الناس يروح لهم حاجة دهب ولا بقرة راحت طوالي بيجروا للشيخ حوطة وجيبه لي راجعة وعارفه لي ماشتهين ويقول لك ده فاكي موية فاكي بتاع موية يخطة شد قدامه مليام موية ويقول لك عاين هنا ها شوف البقرة بتاعتك قاعدة في المحلة الفلانية يا زول ده شغال بس ري جي بي ولا شنود شغال باشنوده بيعرف كاف يقول لك عاين هنا ده السرق البقرة بتاعتك والبقرة قاعدة في الحتة الفلانية والدهب يقول لك كالتغنى ميت فلان يا زول انت شفته اين كذب النبي عليه الصلاة والسلام كما في سبب نزول آية التيمم انتجسب بنزول آشنو القصة طويلة عجد للسيدة عايشة من خرز من اليمن كانت لها بساوف نزلوا في وادي معين جلعت العجد العجد بتاعه العجد وجع وما عرفه وين رسول الله بفتش عنه ده النبي صلى الله عليه وسلم بيفتش عنه الصحابة معه بيفتشه السيدة عايشة معهم بيفتش فتش العجد يوم وليلة لحد ما جاء بكر الصديق والحديث في صحيح البخاري جال السيدة عايشة وهي جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم نايم في حجرها يعني في رجول نايم عليه الصلاة والسلام بابي وامي نايم في حجره قالت فجعل ابو بكر ماذا ابوه يطعنني في خاصرتي في طربتنا يطعن كده بيده يقول لا قمت برسول الله قعدت النبي هنا والناس وليسوا على ما ما في موية هنا وليس معهم ما والموية المعاهم كملت انت قعدتهم شانعيج بتاعك وبكر الصديق زعلان يطعن في كده في بطنة قالت ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نايم في حجره ما در تطعن حرقه وما در تتحرك قال لا كله بسبب العقد بتاعك قعدت النبي هنا والناس وما في موية أها نزلت آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبة اتيمم الصحابة سيدة عيشة قالت فلما أقمنا البعير البعير حقهم لما انقوموا خلاص دار يمشوا جنعوا من العقد قالت فوجدنا العقد تحته العقد تحت البعير النبي ما لقوا الصحابة ما لقوا السيدة عيشة ما لقوا السيدة فقي فقي ولا صالح ولا نبي ولا صحابي ولا عالم ذاته يقول لك أنا بعلم أي شي أي غيبة أنا بعلمه وأنا صالح انت بتاع شواطين بتتعامل مع الشياطين ما كتر من كده ادعامل مع الجن يخبروا بمكان الغيب ومكان المسرود ادعاملوا مع الجوان لكن ما صلاح لأنه لو صلاح انت يا دجل ما أصلح من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصلح من الصحابة ولا أصلح من السيدة عيشة رضي الله عنها وجميع أصحاب النبي والصحابيات ما أصلح منهم ولا أنفع ولا أعظم عند الله من ديل شارتة تعلم الغيب والصحابة ما يعلم الغيب لذلك أحبة الكرام هذه القصص أو القصص من جملة حماية النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد لأن التوحيد أساس الإسلام أي زول ما عنده توحيد ما عنده إسلام عشان ما يدغوش رقبتك في ناس غروتهم المصالح الدنيوية عشان بيجي بخطلها البياض تحت المخدة خطلها البياض ويدو القراشات اعمل لهم فيها صالح وعمل لهم فيها بيعلم الغيب وعمل لهم فيها بجيب الرايحة وعمل لهم فيها بيدجانة وكضاب كله دار لها قراشات وخطلها تحت المخدة أنت لو بتنفع الضر ما شيل قروش من الناس بشيل بياض لها ذاته أنا بتكلم عن الدجال الناس اللي باعوا دينهم بدراهم محدودة قراشات شأن المرأة ديك تجيب حتوت وديك تجيب دهب ودهك بهناك يجيب بياض يدون له وهو مبسوط عمل له فيها بيعلم الغيب وبيملك الكون في يده وكل من الكذب على الله والكذب على دين الإسلام ما فيه إنسان يخوانا بيبلغ مرحلة ومرتبة أعلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك أحبة الكرام أي مسلم يحافظ على أغيته ويحرص على تربية ابنه ما تربي ولدك على إنه يمشي يأكل طين ويجي يأكل طين تقول لده في بركة ده ما في بركة ده بسوتيبي تسو مرض في البطن به تسو لك استزغى فيمتا؟ ما تأكل طين علم ولدك يستعين بالله يتوكل عن الله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاه صحابة قالوا في منافق قالوا بيأز المؤمنين بيأزهم قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنه لا يستغيث به ما تستغيث بيأنا؟ إنما يستغيث بالله ترجع لالله الأمة دي أخواننا كلها افترض تتوجه لالله الكريم الله الذي يعطي ويمنع يقبض ويبسط الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم بقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم فرج همومنا واكشف همومنا وانصرنا على أعدائنا اللهم فرج عنا جميعا فرج هم المهمومين وكرب المكروبين واغضي الدين عن المدينين يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى الصلاة أرحمكم الله